اشتركوا في القناة السجود على عضاء السبعة نعم والتشهد الأخير يا رجل يمكنني يظل ساعة الآن وما يذكر لك أركان الصلاة أما طالب العلم أركان الصلاة قال القيام مع القدرة كبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع خلاص تقول زاك الله خير مفهوم فترتب الوارثين من الذكور تقول الإبن وأبن الإبن والأب والجد أخ شقير أخلي أب أخلي أم ابن أخ شقيق ابن أخلي أب عم شقيق عملي أب ابن عم شقيق ابن عملي أب زوج معتق انتهينا مرتب بإذن الله متى جئت يخرج ترتيب أما يأتي يقول اللهم صلي على محمد العم الشقيق وبعده قال والأخ الشقيق يا سلام متى ننتهي ما يصرح هذا هذا ما هو علم الوارثات من النساء بنت بنت ابن أم جدة لأم جدة لأب أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم الزوجة والمعتقة مفهوم نعم بهذا خلاص يعني انتهي العلم ترتب بإذن الله أي وقت تسأل عنه قلنا هذا أهم شيء في الموارث عندنا هنا الآن لأنه ممكن يسألك يقول عم الشقيقة ترث لا ما ترث ابن أخ لأم ما يرث الجد لأم ما يرث مباشرة ضبط الوارثين والوارثات انتهى الأمر نعم قال رحم الله الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ له يعني أب الأب لأنه عندنا جد أب الأم ما يرث نعم فالعم وابن له ما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى نعم يعني شقيق ولأب أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب والأخ لأم فقط ابن أخ لأم لا يرث والعم الشقيق والعم لأب وابن عم الشقيق وابن عم لأب العم لأم وابن العم لأم لا يرث ما معنى العم لأم تعدد الجد يكون تعدد وهذا التقى مع الميت في الأب والأم شقيق التقى معه في الأب هذا لأب التقى معه في الأم فقط هذا أخ لأم أو عم لأم هذا التقى مع الجد